مرحباً مرحباً لدينا الثانية الثانية وهي B عندنا الحرف الثاني اللي هو البي هذا البي إلي همات أصوات عندنا ثلاث قواعد القاعدة الأولى إذا إجي M قبل البي يعني معناها البي ما يلفظ أنا مسويه هناك معادلة رياضية الام زائد ب يساوي ب لا يلفظ مثل بم مثل كم هذا الني ما يلفظ بي هنا البي بعد القاعدة الثانية البي إذا إجي وراها T البي ما يلفظ DEAT DOUBT معناها شك هنا البي ما يلفظ ليش لأن إجي بعد حرف T وعندنا البي يلفظ كاسمه إذا إجي ببداية الكلمة أو بوسط الكلمة أو بنهاية الكلمة بوك بوي راب هذا الني اللفظ بيهن بي الصوت الثالث أو الحرف الثالث عدنا C السي إلى عدة ألفاظ طبعا أول شي يتبادر الذهن إنه السي يلفظ سي إذا إجي بعدها I EY أوكي مثل سنتر سنتر سيتي سيتي سيرتن سيرتن أوكي ليش لفظناها السي؟ لأن إجي وراها E I و Y هذن من يجي ورا الكلمة يلفظ السي القاعدة الثانية طبعا تقول السي إذا إجي ورا حرف متحرك شنه هو الحرف المتحرك؟ اللي هو يعني يقصد بها حروف العلة حروف العلة طبعا حروف العلة باللغة الإنجليزية هن نفس هن علامات الإعراب باللغة العربية يعني الفتحة والضمة والكسرة هن عدنا باللغة الإنجليزية عدنا حروف العلة هن اللي حركن الكلمة فلذلك نسميهن حروف متحركة طبعا وحرف ال-Y إذا إجي إجي ورا السي يلفظ سي أوكي؟ مثل هنا الكلمة هنا ميرسي ميرسي الرحمة ليش لفظناها السي لين إجي وراها Y آيس آيس ليش نفظناها السي لين إجي وراها E نايس نايس طبعا لاحظ بالآيس والنايس الإي نحذفت ليش نحذفت الإي؟ لأن إجت بنهاية الكلمة وأكو موجود صوت أو حرف علة إذا موجود حرف علة يلفظ كاسمه مع حث الإي هس تشوف لفظتها نايس آيس الحالة الثالثة السي يلفظ كي السي يلفظ كي شون يلفظ كي؟ إذا إجي أي حرف ورا السي ما عدا هذن الأحرف الثلاثة اللي سبق أقناهن اللي هنا الإي والوي والإي والواي هذن المهم ما يجن هذن ورا السي إذا ما إجن ورا السي وأي حرف يجي وراهن يلفظ كي أوكي؟ مثل كم كيم كار كراف كير كارير كيلاحظ السي يجا وراها أو ويجا وراها أي ويجا وراها آر أوكي؟ إذن فاللفظة كي رابع قاعدة اللي هي السي أي تش طبعا ما يلفظ أتش يلفظ أي تش سي أي تش مرات تلفظ إني تش ومرات تلفظ إني كي أوكي؟ شوكت نلفظ ها تش طبعا هاي قواعدها يعني ما أدقلك مية بالمية لازم هاي حسب أنت حفظك للك كلمات وحسب يعني الـ يعني مالتك تلفظ الكلمات لكن يعني أقدر مثل جوز أطيك فات قاعدة محدودة إلها أنه نقول تلفظ شي مثل هنا خوز طبعا سي لفظة ز خوز 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 إذا إجى حرف الـ S حرف الـ S قبل الـ CH فيلفظ K مثل هنا الكلمة school school ومرات يلفظ K مثل هنا chemistry chemistry أما القاعدة السالسة تقول C إذا إجى بعدها هاي التراكيب الآتية اللي هو I-A I-E I-O أو يعني أسهل لك إنه تقول إذا إجى وراها نحرف متحرك ورا الـ I-E-Y فتلفظ شي تلفظ شي مثل ocean social مثل special هاي تلفظ شي ليش؟ لأن C هنا إجى وراها I وورا l-E إجى حرف متحرك i وورا i ورا ورا حرف المتحرك اللي هو i و وهنا اجا وراها حرف متحرك ايضا لنقدر نقول انه هنا التراكيب يعني I A و E A و I O اما القاعدة السابعة تقول C زائد K يساوي K يعني السيمات اللفظ مثل Back يعني C والK نلفظهن K مثل Back هاي بالنسبة القواعد السي و نفس ما قلت لكم هاي مو مية بالمية انت يعني تعتمد على لفظك انت للكلمة وتعتمد على How much vocabulary items you have ايش قد الكلمات اللي عندك انت